أحياناً صيبنا كآبة بسبب ضغط الحياة وضجة السيارات وغيرها ممكن يجيك اتصال يساعدك ويغير مزاجك ممكن أصحابك هم يغيرون مزاجك أو ممكن تختلي بنفسك أو ممارسة هواية تحبها يتكون علاجك ممكن تكون تصوير كرة قدم المشي وركوب الدراجة هواية أو أي هواية ثانية أو ممكن شي تحب تشتغله وقتها تحس بسعادة لا توصف لهيك سووا الأشياء اللي تحبوها ولا تخلوا أي شي يوقفكم ويقتر لكم مهما كان صعب جرب وحاول إلا ما يجي يوم وتنجح وتزبط معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر